موسيقى السلام عليكم طلاب مادة العلوم للصف السادس أرحب فيكم معاي عنوان درشي لليوم ما الاحتباس الحراري وما تأثيره على الكائنات الحية والأرض نشوف معنا في كتابنا المدرسي أول صفحة في درس اليوم ما الاحتباس الحراري أمامنا ثلاثة صور الصورة الأولى تعبر لي عن سيارة مفتوحة والصورة الثانية تعبر لي عن طالب ذاهب إلى المدرسة والصورة الثالثة عبارة عن سيارة مغلقة ترى ما هو الأفضل لهذا الطالب أن يركب في السيارة في الصورة ألف أم في السيارة في الصورة باء إذن السيارة ألف هي أفضل لماذا؟ سوف نتعرف اليوم في درسنا على هذا السبب لذلك اليوم سوف نقوم بعمل النشاط صفحة أربعة وثلاثين ولعمل هذا النشاط نحتاج إلى الأدوات التالية ترمومتر عدد أثنين علبة زجاجية شفافة جرب من خلال الأدوات التي أمامك صمم تجربة لقياس درجة الحرارة في الأماكن المغلقة والمكشوفة في بلاحظاتي في الجدول لدينا الزمن ربع ساعة ونصف ساعة نلاحظ درجة الحرارة الخارجية عندما نبدأ كانت متساوية هي عبارة عن 24 درجة بعد ربع ساعة في درجة الحرارة الخارجية زادت وأصبحت 25 درجة وبعد نصف ساعة أصبحت 26 درجة أما درجة الحرارة الداخلية بدأت بـ 24 درجة وبعد ربع ساعة أصبحت 26 درجة وبعد نصف ساعة أصبحت 29 درجة في الاستنتاج ما سبب ارتفاع درجة الحرارة في الأرض؟ إذن لدينا حدوث ظاهرة تسمى بالاحتباس الحراري ما هو تأثير ارتفاع درجة الحرارة على كائنات الأرض؟ موت بعض الكائنات هجرة البعض التكيف ذوبان الجليد ارتفاع منسوب الماء وزيادة الرطوبة إذن ابحث في خلال شبكة الانترنت أو أي موسوعة علمية أخرى عن مفهوم الاحتباس الحراري ما هو الاحتباس الحراري؟ نريد أن نعرف الاحتباس الحراري من خلال الفيلم التعليمي القادم إذن الاحتباس الحراري هو ارتفاع درجة حرارة الأرض ما هي أسبابه؟ البراكين دخان المصانع وسائل النقل وقطع الأشجار كيف أحافظ على حرارة الأرض؟ من خلال خبرتك السابقة لمفهوم الاحتباس الحراري وتأثير على الكائنات الحية نريد أن نكمل الجدول التالي أعرف أن خطورة الاحتباس الحراري أود أن أعرف تأثير الاحتباس الحراري وتعلمنا أو تعلمت أن الكائنات الحية في خطر بسبب الاحتباس الحراري لدينا في صبح 36 عبارة عن رسمة توضح تأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض على الجليد الغطاء السلجي هجرة الحيوانات ارتفاع منسوب الماء وذوبان الغطاء الجليدي وهذه العملية عملية متتالية وتؤثر على بعضها البعض إذن من الصورة السابقة سوف نكمل الجدول التالي سوف نسجل الآن مع بعض تأثيرات الاحتباس الحراري والحلول لهذه المشكلات إذن لدينا من بعض تأثيرات الاحتباس الحراري على الأرض ذوبان الجليد ارتفاع منسوب المياه هجرة الحيوانات القطبية زيادة الرطوبة وبعض الحلول لهذه المشكلة التقليل من وسائل النقل مثل السيارات والطيارات عدم قطع الأشجار إعادة التدوير وتركيب ثلاثر على مداخن المصانع في صبح 37 سوف نصمم بيئة لحياة البطريق في الكويت إذن يحتاج البطريق إلى بيئة مغلقة تتميز بالخفاف درجة الحرارة ووجود الماء والثلج والغذاء المناسب لهذا الحيوان مراجعة على ما تم شرحه السؤال الأول أكتب المصطلح العلمي الذي يدل على العبارات التالية ما هو ارتفاع درجة حرارة الأرض الاحتباس الحراري ما سبب ارتفاع درجة حرارة الأرض السبب حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري ما تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الكائنات الحية والأرض إذن لها تأثير مباشر تهدد بانقراضها أو بتغير سلوكها كما يمكن أن تغير من مناخ الأرض أدرس الشكل التالي ثم أعجب عن المطلوب السيارة التي تفضل ركوبها في فصل الصيف رقم واحد السيارة الأكثر درجة حرارة هي رقم اثنين السيارة الأقل درجة حرارة السيارة رقم واحد ونسمي هذه الظاهرة بظاهرة الاحتباس الحراري إذن كيف نحمي أو كيف يحمي الإنسان المواطن الطبيعية والكائنات الحية بعض أنواع الكائنات الحية تتعرض للانقراض ولذلك هي تحتاج لمساعدة البشر وتحتاج لمساعدة الإنسان لكي تحافظ على حياتها ولكي نستطيع أيضا أن نحافظ على المواطن الطبيعية كيف نحمي أو كيف يحمي الإنسان المواطن الطبيعية والكائنات الحية؟ إذن واحد زرع الأشجار الأشجار هي موطن لبعض أنواع الحيوانات والطيور كما أنها تساعد في إطلاقات الأبسجين للهواء الجوي حدائق الحيوانات هي أحد الأماكن الموجودة لحماية الكائنات المعرضة للانقراض بسبب وجود الأطباء البيطريين الذين يساعدون هذه الكائنات على أن تعيش في بيئة صحية المحميات الطبيعية هي أماكن يحميها القانون فهي أماكن تحمي النباتات والحيوانات فلا يسمح لأحد أن يصطادها ولا أن يجبع عن نباتات لدينا في الكويت محمية تسمى محمية الشيخ صباح الأحمد الصباح منع الصيد والرعي الجائرين وقطع أشجار الغابات نظرا لأهمية الكائنات الحية في حياتنا ولمنع تناقص أعدادها أو انقراضها يجب على الدول استصدار قرارات وقوانين تمنع قطع الأشجار وتمنع الصيد والرعي الجائر ناقش كيف تحافظ على ظروف تكيفات الكائنات الحية في بيئاتها واحد دور المتعلم أو دور الطالب هو عدم التعرض لأي كائن حي اثنين دور المواطن عدم الرعي الجائر والصيد الجائر ثلاثة دور الدولة هو إقامة محميات طبيعية وإقامة حدائق الحيوان دور العالم عقد مؤتمرات سنوية لمناقشة خطر انقراض بعض الكائنات الحية يا تورا ما هو دورك للمحافظة على نجاح الكائن الحي في بيئته؟ عدم التعرض لأي كائن حي عدم إلقاء المخلفات في البحار استخدام وسائل النقل الجماعي عدم حرق القمامة والاحتمام بالزراعة إذن ما هي طرق حماية الإنسان والمواطن الطبيعية والكائنات الحية التي ذكرناها سابقا؟ زرع الأشجار إنشاء حدائق الحيوانات إنشاء المحميات الطبيعية منع الصيد والرعي الجائر وعدم قطع الأشجار ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى خطر انقراض بعض الكائنات الحية؟ سلوك الإنسان التغير البيئي المفاجئ أكبر العبارات التالية بما يناسبها يوجد في الكويت الكثير من المحميات الطبيعية مثل محمية الشيخ صباح الأحمد الصباح أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو لكم التوفيق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر